مرحبا حبايب تعالوا نعمل أطيب وأسهل بشامير سوس المكونات البعتازة بدي 100 جرام زبدة حيوانية وهلأ هون بدي تدوب الزبدة بهاي الطريقة وهلأ بدي انزل ب100 جرام طحين و بدي حرقهم مع بعضهم ده مدة بين 3 ل 4 دقائق وبعدين بحطهم على جنب لحتى يبردوا كتير منيح وبعد ما حطيتهم على جنب هلأ هوني عندي لترين حليب بدي حطهم على الغاز لحتى يسخنوا وبدي حطلهم رشة جوزت الطيب حرقهم شوي صغيرة وهلأ بعد ما برد عندي لطحين رجعت رجعتوا على الغاز و بدي حطفهم منه الحليب الحليب ساخن والطحين بارد حطيت كمية الحليب كله أتى وهلأ بدي بلش حرك فيهم بشكل مستمر لازم نضنى و نحرك بشكل مستمر لحتى يبلش يغلي عندي الخليط بعدين بنوص الغاز عليهم هلأ هوني عندي ملح بدي حط الملح طبعا فيه يكونوا دوقوا كمية الملح اللي بتكون ياها وفلفل أسود أو فلفل أبيض بحرقهم مع بعض كتير منيح وبستمر بالتحريك لحتى وصل للقوام المطلوب هلأ هون صار عندي البشميل جاهز شايفين غوالي جربوا الوصفة كتير سهلة وطيبة وريتوا ألف صحة وأنا على لكم تحياتي لكم شايف لوا يا عيسى شكرا